موسيقى في اتساع دائرة الصراع في خلال هذا الاسبوع والتطور الصراع في لبنان والنهاردة طبعا الأعمال القتالية اللي بدأت في لبنان على مدار الأيام السابقة وطبعا يعني حضركم إذا كنتوا تتذكروا ما قلتوا قبل كده أن احنا يعني بنعيش فترة شديدة الصعوبة وشديدة الاستثنائية لم تشهدها المنطقة ولا العالم بدون مبالغة منذ عشرات السنين والتخوف أن هذه الظروف الاستثنائية يعني تتصاعد وأنها تبدأ تدخل وتتاسع وتدخل فيها أطراف أخرى وللأسف ده اللي احنا بنواجهه النهاردة وشايفين حضراتكم دائرة الصراع بتادي التتاسع لتشمل منطقة لبنان وبتدينا نسمع أن بعض الفصائل اللي موجودة في دول أخرى زي العراق وسوريا يعني من الممكن أنها تدخل أيضا في الصراع وده اللي مصر من أول يوم في موضوع وأزمة غزة حذرت منه وقالت أن هذا الموضوع من الممكن أن يجر المنطقة والعالم كله إلى كارثة إنسانية كبيرة جدا وأن احنا نشهد حرب إقليمية وسعة النطاق وبالتالي يمكن أنا حابب أن أذكر هذا الكلام لحضراتكم ولكل المصريين إن إحنا النهاردة طبعا بالتأكيد مصر ضد هذا الإجراء اللي بيتم النهاردة والاعتداء اللي بيحصل على لبنان وبالتأكيد إحنا ضد أي عنف بيحصل واستهداف للمدنيين وأهلينا في هذه المناطق ولكن اللي أنا حابب أأكد عليه ولازم كلنا نعيه إن هذا الكلام برضو للأسف بيبقاله تدعياته على كل الأطراف الموجودة وكل الدول المحيطة بما فيها مصر وبالتالي طبعا وأذكر حضراتكم إحنا كنا بنحط كحكومة سيناريوهاتنا كلها على افتراض كل الاحتمالات الممكنة بما فيها الافتراض الأسوأ أن يتسع الصراع ويشمل دول أخرى أو يمتد طوله إلى فترات أطول مما إحنا كلنا كنا متوقعين وبالتالي تاني أنا أأكد إن الحكومة المصرية الحمد لله بنبذل قصارى جهدنا كل أطراف الدولة علشان يعني نأمن ونضمن الحمد لله استقرار الأوضاع داخل الدولة المصرية تأمين الاحتياجات الأساسية للدولة المصرية وإن مصر بتتعامل بمنتهى الاتزان والحكمة في التعامل مع هذه القضايا والتحديات اللي زي ما حضراتكم شايفين كل يوم بيبقى فيه مستجد جديد وتحدي جديد في هذا الشأن وبالتالي إحنا بنتعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الحكمة القيادة السياسية يعني بيتم إدارة هذا الملف بصورة كبيرة جدا الحكومة بتدير الشأن الداخلي والاحتياجات الداخلية للدولة المصرية علشان إن شاء الله يا رب تبقى دايما مصر هي واحدة الأمن والأمان والاستقرار في خضم الظروف اللي احنا كلنا شايفينها جوه هذه المنطقة الحياة أننا حابب أبدأ طبعا أن هذا الإسبوع شاهد بداية العام الدراسي الجديد وكلنا حضراتكم تابعتوا الحمد لله بدأ منذ أيام والنهاردة أنا كنت حريص الحياة على زيارة عدد من المدارس في منطقة حي السلام في محافظة القاهرة وإن شاء الله الإسبوع القادم يعني حنتعب بقى حضراتكم حنبدأ جولتنا في المحافظات بصورة مكثفة وإن شاء الله حكون حريص في كل الجولة إن احنا نزور عدد من المدارس اللي موجودة علشان نتأكد من انتظام الدراسة ومن انتظام المنظومة الجديدة اللي يعني كنا يعني تم إطلاقها في موضوع إعادة توزيع الطلبة لاستفادة من الفراغات الكبيرة اللي كانت موجودة في المنشآت التعليمية ومكنتش مستغلة عشان نحولها إلى فصول والحقيقة يمكن تقديراتنا إن احنا قدرنا من خلال هذه المنظومة إن احنا نضيف عشرات الألاف من الفصول الجديدة مع النظام اللي احنا عملناه فالحمد لله يمكن التقديرات الأولية بتؤكد إن استقرار الحمد لله العام الدراسي النهاردة فعلا المدارس وعشان بس يعني ما يبقاش فيه مبلغة وإنما إحنا الحمد لله فعلا المتوسط الأغلب والأعام النهاردة في كل الفصول أقل من الخمسين طالب في الفصل باستثناء عدد من المدارس وفي مناطق معينة وإن شاء الله دي حنستهدفها تباعا في خلال الفترة القادمة أيضا بالألية اللي ترحى السيد وزير التربية والتعليم تعاملنا مع موضوع عجز المعلمين والأمور يمكن أنا عايز أأكد عليها إحنا كدولة هذا الملف شغلنا الشاغل في خلال الفترة السابقة والفترة القادمة علشان فعلا نحقق الجودة المأمولة من المنظومة التعليمية لكل أبنائنا في هذا الموضوع الشيء المهم جدا اللي عايزين نشتغل عليه هي الفصول اللي ما قبل المرحلة الابتدائية أو اللي ما يطلق عليها فصول الرياض الأطفال لأن دي مهمة قوي لأنها بتساعد في تنشئة الأطفال قبل ما يدخلوا على مرحلة التعليم الابتدائي وحنتوسع فيها برضو ببعض الآليات الغير تقليدية علشان إن شاء الله نحاول برضو نعظم من الاستفادة من هذا الموضوع الحقيقة برضو على مستوى التعليم العالي ويمكن حضركم شايفين مصر بتشهد فيه طفرة جيدة جدا في عدد الجامعات اللي بتدخل في المنظومة سواء الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة والجامعات الدولية اللي بدأت النهاردة الحمد لله عددها بتزيد وأخيرا يمكن 46 جامعة مصرية مختلفة دخلت فيه النسخة الأخيرة من تصنيف الـ Times لأهداف التنمية المستدامة لعام 24 ودي كلها بتبقى مؤشرات دولية بتؤكد إن الجامعات المصرية النهاردة بدأت موجودة على يعني في الحصر وضمن التصنيف من أفضل الجامعات على مستوى العالم مازال أمامنا شوط طويل ولكن بالتأكيد الحمد لله إن إحنا على المصاري الصحيح في هذا الملف ملف التعليم سواء التعليم المقبل الجامعي أو التعليم الجامعي إن شاء الله وسنستمر بصورة مكثفة جدا 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 في هذا الملف خلال الفترة القادمة أيضا هذا الإسبوع الحقيقي أنا كنت حريص إن إحنا يوم السبت وكان برفقة عدد من حضراتكم إن إحنا نزور أربع مصانع من كبار المصانع الكبيرة اللي تبدأت في إنتاجها اللي كانت موجودة وزودت إنتاجها في قطاع الأدوية ويمكن اتكلمنا على هذا الملف ووعدنا إن شاء الله إن قطاع الأدوية حيشهد بإذن الله إنهاء الأزمة اللي كانت موجودة الخانقة في هذا الشأن وإن شاء الله حتنتهي في خلال الأسبوع القليلة القادمة ولكن يمكن أنا حابة أأكد على نقطة أنا أفرتها بنفسي اليوم مع السيد وزير الصحة التجارب اللي بتبقى بتحصل إن أي مريض بيروح لدكتور الدكتور بيكتب له في الرشدة نوع معين من الأدوية أحياناً بيبقى هذا الدواء هو اللي بعينه ناقص وده بيبقى إنتاج شركة بعينها بينما الدولة موجودة في نفس التوقيت خمس ست أدوية هي هي نفس الدواء بس بإنتاج شركات أخرى وبالتالي المريض أبي يروح لصيدلية يتقال له الدواء ده مش موجود لكن بينما في نفس اللحظة الصيدلية نفسها فيها أربع وخمس أدوية أخرى نفس الدواء بالضبط بنفس التركيبة بس بإسم تاني وإنتاج شركة تاني فبالتالي أنا طلبت من السيد النائب رئيس الوزراء ووزير الصحة أن يتم التنصيق الفوري مع نقابة الأطباء ونقابة الصيدلة أن حتى كتابة الرشدة وده دول كتيرة جداً بتعملها ما بيبقاش بإسم الدواء بعينه اللي بإنتاج شركة معينة ولكن بيبقى بإنتاج الإسم التحضيرة أو التركيبة الطبية العلمية وبالتالي بيتقال له التركيبة بيروح للصيدلية بيتقال له عندنا الثلاث أدوية دول اللي بيمسلوا هذه التركيبة وبالتالي يبقى المواطن ما يدخش على دواء معين ولمجرد أنه هو ناقص عشان الشركة بتاعته بصورة أو بأخرى بظروف معينة متأخرة في إنتاجه بينما في نفس اللحظة في نفس الدواء موجود ولكن بمسمى آخر فدي الحقيقة أنا طلبت من السيد نائب رئيس الوزراء أن احنا نتحرك بسرعة في هذا الموضوع وبالتعاون مع نقابة الأطباء ونقابة الصيدلة علشان نصل إلى تصور واضح وسريع علشان فعلا النهاردة عندنا لدينا الوفرة من نفس نوع الدواء بيبقى بس من إنتاج شركات تانية بينما ممكن يكون النقص من شركة محددة بعينها ولكن برضو ده بأكد على حضراتكم في جميع الأحوال احنا بنتابع بصورة إسبوعية موضوع ملف الدواء وان شاء الله زي ما وعدنا حضراتكم تنتهي الأزمة بالكامل في خلال الفترة القادمة بإذن الله ملف الاستثمار هو مرة أخرى كلنا شغلنا الشاغل وكل أسبوع أنا بعرض لحضراتكم احنا بنتحرك فيه إزاي هذا الأسبوع التقينا الحقيقة مع عدد كبير جدا من الشركات اليابانية اللي جاية الحقيقة كانت في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومجال إدارة المياه واتكلمنا معاهم على خطط كاملة لإن شاء الله التوسع في استثمارات الشركات اليابانية في مصر في خلال الفترة القادمة الحقيقة أيضا كنت التقيت مع وفد من مقاطعة شينك داو وشركة هاير السينية اللي حضراتكم عارفين كويس إن هذه الشركة هي أكبر شركة في العالم في إنتاج الأجهزة المنزلية وكنا بنتكلم معاهم على وهم وضعوا حجر الأساس وشاهدوا السيد وزير السسمار بالأمس معاهم للمرحلة التانية المرحلة الأولى كان شرفنا في خامة الرئيس بافتتاحها مرحلة تانية حيبدأوا يكملوا منتجات كل الأجهزة المنزلية والمرحلة التالتة اللي تم الاتفاق عليها أمس وحيبدأوا بالتوازي مع المرحلة التانية في تنفذها إنشاء أو إنتاج الوحدات التكييف المركزية العملاقة والحقيقة أنا بتكلم بعشان ناخد بالنا إن مع اكتمال التلات مراحل دول اللي وعدوا الشركة إن شاء الله في فترة عام 25 تكون انتهت حتكون تجاوزة استثمارات الشركة الوحدها دي 500 مليون دولار استثمار أجنبي مباشر بيضخ بألاف الفرص العمل في مصر وهو ده اللي احنا بنستهدفه لو احنا بنستطيع وزي ما قلت لحضراتكم نستقطب كبار الشركات العالمية وتبدأ تستغل مصر كمركز إقليمي للتصنيع والإنتاج والتسويق وبنستهدف إن كل شركة من دول يبقى استثماراتها من 200 ل 300 ل 500 مليون دولار نقدر نتصور إن حلم إن إحنا يبقى عندنا استثمار أجنبي مباشر في السنة بيتجاوز العشرين مليار على الأقل ونصل بصادراتنا بإذن الله زي ما وعدنا إن شاء الله على العشرين تلاتين إلى أكثر من 140 مليار دولار هذا الحلم قابل للتطبيق وهو بكل تركيزنا كحكومة إزاي نفعل هذا الملف بأكبر حجم ممكن من التيسيرات والإجراءات الكبيرة والسيد وزير المالية منذ أسبوعين لما وقفنا إن شاء الله حينتهي بالكامل من حزمة الإجراءات الإصلاحات الضريبية على نهاية هذا الشهر عشان ناخد بيها كل الإجراءات التنفيذية بهذا الشأن وأيضا السيد وزير للتصمار زي ما وعدتكوا بإذن الله هيعرض مجموعة أخرى من الحزم الحوافز والتيسيرات اللي حنقدر إن شاء الله من خلالها نحسن أكتر وأكتر في مناخ الإستثمار في مصر بإذن الله أنا حبيت بس أقول هذه الموضوعات كلها لحضراتكم ويمكن عشان يعني ما طولش على حضراتكم هذه المرة الحقيقة يمكن أنا جات لي الحقيقة يعني تعليقات كثيرة من عديد من الفئات إنها بتسني على انتظام ودورية انعقاد المؤتمر الصحفي وطلبت إن يبقى تدق يعني تبقى موجودة في هذا المؤتمر على بصورة يعني دورية ويمكن أنا حدي أمثلة على يعني إحنا تفكيرنا إن شاء الله هنبدأ يعني يبقى بأشرف إن أنا أدعو في الاجتماعات اللي حتبقى الدورية دي كبار الكتاب الحقيقة رؤساء النقابات المهنية بعض الشخصيات الاقتصادية ورجال الاقتصاد الكبار المؤثرين بعض المؤثرين على السوشيال ميديا يعني بعد إذنكم هنبدأ يعني نبقى فيه اللقاءات إن شاء الله ندخلها مع الفئات دي لأن ده أعتقد أيضا حيثري هذه اللقاءات ونستمع لوجهات نظر أيضا من كل الفئات الموجودة في المجتمع بإذن الله فبالتالي هننظم مع أيضا المؤتمر الصحفي يبقى فيه اللقاءات الدورية دي معاهم بإذن الله ونحاول إن شاء الله حنبدأ من الإسبوع القادم بحيث يبقى أيضا بنتشرف بوجودهم معنا زي ما كنا من إسبوعين يعني كنا جبنا رؤساء التحرير للصحف وقبل كده كنا قعدنا مع كبار المقدمي البرامج الحوارية أيضا إن شاء الله حنضيف إليهم الفئات المهمة دي عشان يبقى بنشرك أكبر قدر من المجتمع معنا في كل الأفكار والأطروحات اللي إحنا بنستهدف فيها كلنا بالتأكيد تقدم ورفع بلدنا هتوقف عند هذا الشأن وأخذ من حضراتكم بعض الأسئلة شكرا دولة الرئيس أنا محمد إبراهيم من جريدة دستور كنت أستغلها فندم الموقف اللي حصل في أسوان والناس يعني أنا واحد من دون الناس جات له رسالة بتقول إنه اختلطت مياه الشرب بمياه الصرف وأنا كمتابع بعرف كواس جدا إنه في التنفيذ خطوط مياه الصرف بتكون أوطى بكتير من خطوط المياه فهو أمر صعب جدا أنا على المستوى الشخص عارف لكن المواطنين مش عارفين فكنت أسازن سيادتك لو توضح الأمر كمان نستغل الموقف في إنه الدولة المصرية أنفقت مئات المليارات منذ 2012 أو 2013 وواسيادتك كنت على رأس هذا الملف في توفير مياه الشرب المصريين كنا قبل 2011 كان فيه صورة جراك لكن الموضوع ده انتهت تماما كم فيه مشاكل ما كانش في تبطيط مياه الصرف الصحي في الكرة إحنا بنستهدف وطبعا إحنا كدولة مصرية قطعت شرط كبير جدا كنت أسازن سيادتك لو توضح للسيدة المواطنين كم أنفقت الدولة على مياه الشرب والصرف الصحي من 2012 حتى اليوم أرقام عمرها ما حصلت في تاريخ مصر شكرا يا فانت اسمحوا لي أننا يعني نتكلم في هذا الملف مرة أخرى وأكد أن الحمد لله منظومة مياه الشرب اللي موجودة في مصر الحمد لله على أعلى قدر من المأمونية والسلامة إحنا عندنا عشان حراركم تبعوا عارفين 3050 محطة مياه شرب على مستوى الجمهوري النهاردة مصر نقدر نقول نسبة تخطيط مياه الشرب 99% 99% يعني 99% لديهم شبكات ووصلات للمياه الشرب في منازلهم طب الباقي ده بيبقى إيه؟ معلش أنه أقول مناطق متطرفة بعيدة جدا مناطق غير مخططة وعشوائية تبنت بيوت بعيدة فبيضطروا أحيانا أن هم يلجأوا أن هم يعمل زي ما بيقولوا البير أو المكنة اللي بيطلحها عشان يطلع مياه لكن 99% من جمهورية مصر العربية وصل لها شبكة مأمونة تماما من مياه الشرب المحطات دي كلها بيتعمل عليها على طول يعني رقابة ومتابعة وبنشوف كل الإجراءات اللي بتحصل عليها فدي اللي أنا حابب أن أنا أأكد عليها شبكة الصرف الصحي هي شبكة منفصلة تماما عن شبكة مياه الشرب دي شبكة ودي شبكة وأذكر حضراتكم يعني في 2014 كان نسبة تخطيط القرى في مصر لا تزيد عن 10-12% 10-12% النهاردة إحنا تجاوزنا الـ 65% والباقي إن شاء الله بإن شاء الله مع نهاية حياة كريمة هنكون نجحنا إن إحنا كل الريف المصري يكون وصلوا خدمة الصرف الصحي فبالتالي إحنا خدنا طريق كبير والطريق مش سهل إن إحنا نخلصه في فترة قصيرة ولكن اللي حصل ده كله في فترة أقل من 10 سنوات بكل المقاييس هو إنجاز كبير جدا 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 للدولة المصرية في مطلب شعبي كان كل المواطنين في كل حتة كنا بنروحها في زيارتنا كله بيقول أنا عايز خدمة صرف الصحي وما زال 35% ودول ليسوا بعدد قليل بيطالب هما كمان من حقهم إن هذه الخدمة تدخل لهم فبالتالي ممكن المشاكل اللي بتحصل زي ما حضراتكم تبعته نتيجة لإن بعض القرى ممكن لسه ما فيهاش خدمة الصرف الصحي وبيحصل فيها مشكلة نتيجة لذلك ولكن النهاردة أصوام نفسها النهاردة لما حضراتكم تشوفوا الحمد لله مستوى تخطية خدمة الصرف الصحي اللي وصلت لها أكتر من 100 قرية فالنهاردة إحنا بنتكلم على كل المتبقى فيها عدد محدود بإذن الله مع نهاية قبل نهاية المرحلة التانية من حياة كريمة هتكون انتهت بالجامل وده نموذج لكل اللي بيتم على مستوى الدولة فالحتة دي بالذات أنا حابب أن أنا دايما أتكلم عليها وأؤكد يعني هذا الموضوع بترائب عليه ثلاث وزارات وجهات مختلفة موضوع جودة الميا وزارة الصحة وزارة الري ووزارة الإسكان طبعا جعلناها مسؤولة عن المحطات لكن الكل بيرائب وكل واحد ليه دور وكل واحد بياخد عينات وكل واحد بيطلع نتائج وبنشوفها وبنتباحها في هذا الشهر فأنا حبيت بس عشان الأمور تبقى واضحة لنا كلنا وحجم يعني محاولات التشكيك اللي بتحصل الحجم اللي الدولة عملته في هذا الأمور لازم كلنا نبقى واخدينه في عيوننا واعتبرنا لأن لن تتوقف حملات التشكيك والمحاولة يعني إثارة أن الدولة يعني متقعسة أو الدولة متأخرة وده مش صحيح وإحنا بنحاول بقدر إمكاننا وإذا حضراتكم أكيد وتابعته وحضرتك بنفسك قلت إذا بنبص على الأرقام حجم التغطية كانت قد إيه وحجم النهاردة اللي احنا وصلنا له فترة عشر سنين مقابل ما كان يعني موجود في الدولة كلها من قبل 2014 كان قد إيه وده يبرر أن إحنا ما زلنا بنقول ما زال قدامنا في موضوع الصرف الصحي شوط لازم نخلصه ولازم نستثمر فيه ولازم نصرف عليه عشان إن شاء الله نحقق الحلم باكتمال توصيل الخدمة بالكامل لكل مواطنين مصر بإذن الله اتفضل حضرك أشهدت بالإشادة بالمؤتمر الصحفي اللي بتعمل كل أسبوع ده لأنه هو فيه نوع من الشفافية والمصدقية فلو حضرك تسمح لي أنا عندي سؤالين الجزء الأول متعلق بالحضرك قلته فأنا هحط نفسي مكان المواطن اللي بيوجه لحضرتك رسالة إن حواليه دلوقتي حاجات كتيرة جدا فيه زيادات في الأسعار وحاجات ملفات كتيرة فلو حضرك توجه له رسالة لأن مع الكلام اللي بيطلع بتطلع كتير من الشائعات بيكون فيه نوع من الكلام المغلوط البلبلة الحاجة التانية أو السؤال التاني هو توجيه سيادة الرئيس خاصة على وجه الخصوص وزير الشباب بالرياضة بأن يكون فيه تقييم لأداء الفرق الرياضية والاتحادات الرياضية فرؤية الحكومة في هذا الملف وإزاي نقدر نستغل الجزء الرياضي في الترويج للمنتج السياحي الرياضي شكرا لحضرتك خليني تاني حأكد لحضرتك ويمكن حالك بتطلبي إن أنا أوجه رسالة للمواطن وأنا هتكلم هنا كمواطن مصري بارتو إن يعني الظروف اللي إحنا كلنا أكيد كلنا شايفين اللي بيحصل حوالينا عامل إزاي ويعني أرجو من حضراتكم يبقى ده دورنا إن إحنا نقول للناس حجم التحدي الرهيب اللي النهاردة شايفينه في المنطقة وفي كل حتة في العالم ما فيش النهاردة بقرة النهاردة في العالم إلا وبتعاني من مشاكل ومشاكل حدة وغير مسبوقة يعني أنا حابب إن أنا أوضح هذه النقطة وبالتالي التحدي الأكبر النهاردة لأي حكومة هو كيفية الحفاظ على استقرار وأمان الدولة اللي هي مسؤولة عنها وكيفية تأمين الاحتياجات الأساسية لمواطنيها بأقصى قدر ممكن من الجهد وبأقل قدر من يعني أنا عايز أقول المعاناة للمواطن ولكن بالتأكيد الموضوع كل العالم النهاردة بيعاني وكل الدول على حسب مستوياتها في مشكلة وفي تحدي حتى الدول الغنية في عندهم تحديات كبيرة جدا 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 النهاردة عند المواطن اللي عندهم وبالتالي الموضوع بمختلف من دولة إلى أخرى على حسب حجم الدولة وظروفها وكل الكلام وبالتالي إحنا كفي مصر هنا كل حرص الحكومة وتاني أنا بقولها بالتأكيد أنا مش سعيد إن إحنا يعني يحصل الزيادات اللي ممكن بتحصل في الأسعار ولكن أنا شرحتها أكتر من مرة على حجم الأعباء اللي الدولة بتشيلها وبنحاول بقدر الإمكان نضمن استدامة وقدرة الدولة على تحمل هذه الأعباء ولكن في الإطار اللي إحنا نقدر نستوعبه ونتحمله وبالتالي لما بيحصل تمرير لبعض الزيادات أو جزء من الزيادات على المواطن بالتأكيد إحنا ممنبقاش سعداء بهذا الموضوع ولكن ما عندناش بيبقى خيارات أو بدائل غير إن إحنا نتحرك علشان نضمن استدامة تقديم الخدمات وتاني إن أنا بقول لحضراتكم لما خدنا القرار إن إحنا ما نقطعش الكهرباء تاني إحنا بنتكلم على أرقام كبيرة جدا 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 لازم حضراتكم بنبقى وأنا قلتها قبل كده إحنا بنتكلم في متوسط من 300 ل350 مليون دولار شهريا في ضوء الزيادات اللي بتحصل في الكهرباء نتيجة لنمو الدولة ونمو واحتياجات وبقية طبيعة الاستهلاك بهذا الشكل ده رقم مش قليل السنة الجاي حيزيد لإن إحنا توقعاتنا إن حتزيد الاستهلاكات فقدراتنا النهاردة إن إحنا بنعمل هذا الكلام بنحاول بقدر الإمكان زي ما وردت حضراتكم وزي ما عرضت حضراتكم يا دوبك جزء صغير من الدعم ده نحاول يعني يعني مضطرين نحمله للمواطن ولكن الجزء التاني ما زال الدولة هي اللي بتتحمله كل ده في ظروف حضراتكم شايفين حوالينا الدنيا عاملت زي وبالتالي كل يوم ممكن شيء يؤثر على الأزمة كلها يعني كل ده وإحنا النهاردة بنتحسب وإحنا بنقول يا رب ما زال سعر البترول زي ما هو ومستقر فلكن النهاردة المنطقة معروفة إن المنطقة دي من أهم المناطق على مستوى العالم في إنتاجية الزيت والبترول فلو لقدر الله طب لو حصلت فعلا حاجة شاملة وأكبر وابتدى يحصل تأثير على المنتجات البترولية ممكن يبقى شكل الموضوع عامل إزاي كل ده إحنا بنتحسب إليه ويمكن أنا اتكلمت في هذا الموضوع لما خدنا إجراء لتحوط والدولة عمل التحوط لحجم من المنتجات البترولية عشان نأمن لو لقدر الله حصلت زيادات نبقى إحنا عاملين نوع من التحوط لهذا الموضوع وما نحملش الدولة ولا المواطن بعد كده زيادات وأعباء إضافية فبالتالي كل اللي بطلبه في رسالتي للمواطن إنه في المرحلة دي اللي صعبة نرجو إن إحنا يعني لما بيتجينا أخبار والسوشيال ميديا كل يوم فيها مش عايزة أبالغ مئات الأخبار يبقى بس بنفكر وينقعد كده يعني نقرأ هذه الأخبار ونشوفهنا السوعب هل الخبر ده فعلا منطقي هل هو معقول هل هو المقصود بي يعني بلبلة ولا هو خبر حقيقي لأن الكلام ده كله لما بنقعد بقى يعني بنجري وراء الأخبار دي وتبدأ تتشاير وتتحول إلى حاجات كبيرة جدا بنبدأ إحنا كمان كدولة نبدأ بقى نشوف هنرد عليها إزاي ونتعامل معها إزاي فهتبقى يعني أنا أسف صراع إلى مالة نهاية لمجرد أن أنا بحاول أرد على شائعات وأكاذيب المواطن لازم يبقى واثق في هذه المرحلة أن إحنا بنبذل قصارى جهدنا عشان نتعامل مع الأزمات اللي كل يوم زي ما بقولوا حضراتكم بيزداد فوقيها حاجة جديدة وأعباء جديدة على الدولة المصرية والتحديات وأرجو أن إحنا كلنا نتوقف عند نقطة مهمة جدا طب هو كل اللي بيحصل ده وكل الضغوطة دي بتحصل دي الدولة المصرية فيه وما هو المستهدف وكل اللي إحنا عايزين نوصله الدولة المصرية نحافظ عليها وعلى أمانها واستقرارها وثبتها وقدرتها إن شاء الله إنها تعدي وربنا دايما بيبواقف معنا في هذا الشهر الموضوع الخاص بالاتحادات الرياضية ويمكن زي ما حضراتكم تتذكروا بعد نتائج الأولمبياد واللي إحنا كلنا بنأمل إن يبقى فيه تحقيق لنتائج أفضل كان فيه توجيه من السيد الرئيس بإن يتعامل لجنة واللجنة دي تنظر في عمل تقرير بالفعل يتعامل التقرير المبدئي وبناء عليها كان هناك توجيه من سيد الرئيس لمراجعة كل الاتحادات الرياضية اللي كانت الحقيقة حتى ترجت وحدها ولن تحققها بحيث إن إزاي إن إحنا ناخد إجراءات تنفيذية فورية للتعامل مع الخطط اللي كانت موجودة وإزاي إن إحنا يعني نستفيد من الدروس اللي حصلت ويبقى قدامنا خطة تنفيذية واضحة من خلال هذه التحدات بعد كده فيما يخص البطولات والأولمبياد القادمة عشان يبقى الأمور واضحة بالنسبة لنا وفي نفس الوقت التوجيه لمحاسبة المقصرين اللي يعني تبين إن مثلا لو كان فيه هناك أخطاء يبقى بيتاخد ضدها الإجراءات على طول وكل دي كخطوات إحنا حناخدها في خلال الفترة الجاية انتفضالي حضرتك وبعدها أنتو الاتنين جنبوا بعض موسيقى 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 طيب هو الموضوع ده طبعا مش المفروض ان احنا نتكلم فيه بوضوح لانه ده أمن قومي ولكن طبعا احنا كنا الحقيقة المجلس كان شغله الشاغل في هذا الاجتماع ان طبعا بنا تدارس اللي حصل في لبنان وحضركم اكيد تبعتوا اللي حصل فيما يخص الاختراقات اللي كانت موجودة ونعرف بالضبط ايه اللي حصل بالضبط بحيث ان احنا كدولة برضو يبقى عندنا دروس مستفادة وان احنا نأمن الدولة المصرية الى اقصى قدر ممكن بحيث تكون ان شاء الله قادر على التعامل على هذه النوعية من الهجمات هو ده اللي قدر اقوله كعنوان عام لان طبعا التفاصيل الفنية والشغل الفني ده موضوع ما نقدرش ان احنا نتكلم فيه ولكن طبعا هذا الموضوع بقى النهاردة جزء من الحروب اللي بتشن على مستوى العالم وعايز برضو حضركم اذكر حضركم اعتد دول تقدما وتكنولوجيا برضو هي كمان مش مؤمنة بنسبة 100% من الاستهداف من هذه النوعية من الهجمات واكيد حضركم عرف يعني كنا بنتابع على مدار الفترة اللي فاتت بعض الهجمات اللي حصلت في مناطق معينة واذكر حضركم لما حصل شلل في مطارات يعني معينة وحضركم تتذكروا بالزبط اللي حصل في هذا الموضوع فالدنيا يعني هذه النوعية من الحروب بقت حروب قوية جدا وبتؤثر وبتؤدي الى شلل في اجهزة الدول بصورة كبيرة جدا احنا طبعا كان نبارح المجلس كل شغله ايه اللي حصل ازاي ان احنا نتعلم من هذا الموضوع وازاي يعني نضرق عن مصر هذه النوعية من الاختار في خلال الفترة القادمة بإذن الله فضل دولة رئيس الوزراء يعني وسيقة سياسة ملكية الدولة احبين نعرف من حضرتك موقف تنفيذها حاليا والحكومة كان اعلنت من فترة على التخارج من بعض القطاعات هل هذه القطاعات او هل هذا الامر الحكومة جاد فيه التخارج من بعض القطاعات التي اعلنت عنها شكرا طيب تاني بنأكد لان هذا السؤال حضراتكم سألتو يمكن في المؤتمرات السابقة الدولة جد كل الجدية في هذا الموضوع ولكن اذكر حضراتكم مش معنى ان انا بعلن هذا الموضوع واجد ان الظروف غير ملأمة او العروض اللي قدمت لي لبعض الاصول مش مناسبة واروح قابلها لان الهدف من الموضوع هو تعظيم الاستفادة من اصول الدولة وبالتالي لما بيبقى احيانا بنعلن عن بعض الاصول ونكتشف ان العروض اللي قدمت ليها ليست على المستوى المأمول اعتقد مش مقبول لنا كلنا ان احنا نكمل فيها لكن في نفس الوقت اذكر حضراتكم كان فيه يعني حصل استحواز على شركة منذ اسبوعين البنك المركزي اعلن انه حيتم طرح المصرف المتحد في البورصة في خلال الفترة القادمة وبالتالي ده جزء كان من المستهدفات اللي كانت موجودة ولكن كان جايز التصور في الاول ان احنا حنترحوا المستثمر استراتيجي نتيجة لان العروض اللي وجدت او قدمت لينا ما كانتش غير مناسبة كان التوجه ان احنا نترحوا في البورصة كطرح عام وبالتالي يدخل المصريين نفسهم في اطار الطرح العام هو دي التكتيكات والقليات اللي احنا بنشوفها وبنتعامل معها مع الاصول ولكن تاني بأكد الدولة المصرية حطر نفسها نفس المستهدف بنتحرك فيه بمنتهى القوة ولكن في نفس الوقت الظروف اللي احنا بنشوفها بتخلينا النهاردة احيانا نتمهل او نعادل او نغير حتى الاصول اللي احنا بنترحى في هذا الشأن اخر سؤال ناخده من حضركم تفضل دولة رئيس الوزراء حتى كنت اعلنت ان الحكومة حدد حوالي خمس مناطق سيتم ترحاها لتنميتها وتطويرها على ساحل البحر الاحمر منها طبعا على غرار ما تم في صفقة رأس الحكمة هل هناك صفقة يعني اقرب الى التنفيذ ممكن حتى تدينا تفاصيلها واذا كان فيه ارقام ممكن على الاستثمار فيها بصفى فنم بالتأكيد لو فيه صفقة مش هنعلن عنها الا لما ان شاء الله تكتمل زي ما خرجنا بصفقة رأس الحكمة ولكن اللي انا بقوله لحضراتكم احنا دولة كدولة في اطار التخطيط لعملية التنمية وتوسيع الاستثمار السياحي وانشاء كيانات كبيرة يعني بنكلم على مدن فعلا انتخبنا خمس مناطق على امتدات ساحل البحر الاحمر والنهاردة الحقيقة بنجهزها لعمليات الطرح بالفعل في هذا الموضوع في طلبات قدمت بالفعل في عدد من الطلبات اللي قدمت ولكن احنا ما بناخدش الموضوع بجدية غير لما بنبدأ ندخل في التفاوض وينتهي الامور وبنيجي نعرضها على حضراتكم في هذا الشأن وبالتالي تأكدوا اول ما هيبقى ان شاء الله هناك شيء هيبقى قادرين ان احنا نعلن عنه وحنعلن عنه في القريب العاكل ان شاء الله تفتل اخذ سويس سيادة رئيس الوزراء يعني كانت خطوة مهمة جدا كانت خطوة مهمة جدا من البنك المركزي انه ياخد الاجراءات فيما يتعلق بعملية طرح المصر في المتحد لكن خلال ايام القليلة الماضية اكيد وانا عارف ان حضرتك بتتابع يعني سواء المواقع الاخبارية او حتى السوشيال ميديا كان في حديث عن بيع حصة مصر في فودافون الشركة المصرية الاتصالات في فودافون دي واحد هناك عروض مقدمة لإيجاز اللي هي الشركة القادرة للغزاد يعني عروض اماراتية وسعودية هل ده ممكن يتنفس فعلا لان دي استثمارات كبيرة استثمارات كبيرة يعني من الممكن ان هي تبقى حاجة كبيرة يعني لا تقل عن الشرقية للدخان لا تقل عن رأس الحكمة شكرا مرة الشركات مرة اخرى عندما يكون هناك جدية حقيقية احنا بنطلع وبنعلن عن هذه النوعية من الصفقات ولازم نبقى كلنا حرصين احنا نفسنا وده جزء من الوعي لنا كلنا احيانا بيبقى مقصود من هذه التسريبات في بعض الاحيان معلش الاضرار ببعض الاصول بتاعت الدولة انا بأكد لحضراتكم هذا الكلام بيبقى احيانا بيبقى مقصود به هذا الموضوع وبالتالي لازم احنا كمان تاني مرة اخرى نبقى واخدين بالنا واحنا عمالين نتداول هذه النوعية نفكر ولول الراحظة هل الكلام ده ممكن يؤثر بصورة ضر على الدولة ولا لا فده اللي انا بطلبه مرة اخرى مننا كلنا ان احنا نبقى واخدين بالنا احيانا بتبقى بعض النوعيات من الصفقات عشان تتحقق بأحسن حاجة واحسن مصلحة للدولة لازم تحط بسرية كاملة بغية لما يتم اتمامها فده لازم نبقى واخدين بالنا منه لكن اللي انا بأكد عليه هناك اصرار وتوجه من الدولة الاستمرار في برنامج التروحات وتعظيم الاستفادة من الاصول بتاعت الدولة انا بشكر حضراتكم والى لقاء ان شاء الله الاسبوع القادم بإذن الله